مرحبا يا شباب وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة على قناتنا أوتوسكان اليوم حلقة جديدة يا ربي تعجبكم اليوم يا شباب استكمال الجزء الثاني الخاص بشرح جهاز الـ X100 الخاص في برمز المفاتيح قمنا بشرح الحلقة السابقة الجزء الأول خاص بمكونات الجهاز ومنش بتكون الجهاز وهم وظائف الجهاز اليوم حنشغل الجهازة شباب على الطاولة ونشوف مكونات الجهاز والقوائم الخاصة بالجهاز والقوائم الرئيسية قبل ما نبدأ حلقتنا شباب لهذا اليوم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل مو جديد في عالم برمز السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح خليكم معنا لآخر الفيديو في البداية شباب شرحنا في الحلقة السابقة إن الجهاز يأتي مع مجموعة كوابل طبعا الفيشة الدائمة اللي هي شباب فيشة الأبدتو الستعشر بين بتم شبكها عن طريق السيارة ومن ثم البرمجة هنقوم الآن شباب بشبك الجهاز وتشغيل الجهاز ومعرفة القوائم الخاصة بالجهاز وأهم القوائم اللي بدعمها الجهاز وأهم الوظائف اللي بدعمها جهاز الإكس مية إبرو الخاص ببرمجة المفاتيح لو لاحظنا شباب يأتي مع الجهاز عبارة عن عن كابل بدهم تشبك في الجهاز من خلال الفيشة الخاصة بالجهاز من أجل تشغيل الجهاز على الطاولة والبرمجة على الطاولة مثل في حالة أن قمت بقراءة الإبروم أو البرمجة من خلال الاب duty to direct على الصيارة من خلال ECU أو الإمبولايزر أو من خلال مبارمجات المحاكاة التي تشغيلها على الطاولة مثل الوصلات والأدابتورات التي تشغيلها على الطاولة وإعطاء فولتية لل ECU وإعطاء فولتية للإيموبوكس أو للعددات مثل إعطاء فولتية للعددات وتشغيل العددات على الطاولة ومن ثم قراءة البيانات الخاصة بالإيموبولايزر او برمجة الامبولايزر عن طريق الطاولة. هذا منسبة لجهاز الاكس مية اهم الوظائف اللي بقوم فيها جهاز الاكس مية برو. هنقوم الان بشبك الشاحن على الكابل. نظرين عندي الجهاز شباب ذو الجهاز بشكل هذا هي. بعد ما قومنا بتشغيل الجهازة شباب هنشوف الان القوائم الرئيسية الخاصة بالجهاز. ماذا الموزارة عنا هان هيك. عنا البياكل اختيار المركبة. بقدر من خلال هذا الخيار الدخول على المركبة. وبرمجة نظام او برمجة العددات او غيره هنشوفه الان. عنا خيار خيارات اللغة. نظرين عندي اللغة لغة الانجليزية بدعم الجهاز. خيارات الجهاز. وجدات الجهاز. عنا خيار الشباب اللي في بيانات الجهاز. الباسورد الخاص بالجهاز. اه تعريف الجهاز. تحديث الجهاز وغيره. عندي سليف تست. فحص نظام الكيبورد. فحص الشاشة لو فيها اي مشكلة. فحص الكيبورد. حنشوف خيار الان يا شباب. في عندي الباسورد وفي عندي تحديثات الجهاز. دخل اني بشكل هذا هيك. هيكون عندي هنا الباسورد الخاص بالجهاز الرقم الباسورد هيكون تحديثات الجهاز الفيرجن الخاص بالجهاز السوفتوير الخاص بالجهاز الهاردوير الخاص بالجهاز عندي الفيرجن خمسة كمثال هنا القائمة الرئيسية الخاصة بتحديثات الجهاز وإصدار الجهاز وعندي الباسورد الخاص بالجهاز هذا من خيار حنشوفي الآن خيار شباب الفيكل الخاص ببرمجة القطع وبرمجة نظام وغيره لو ندخل عنها فياكل كالستر كمسان اقوم ببرمجة العددات او اقوم انا بتنزيل كم الحاصة من خيار كالستر عندي في خيار تاني خيار الخاصة بالhadابترات الخاصة بقراءة ايبروم الخاصة بالقطع التي تأتي مع الجهاز وهو ده خيار لقراءة طبعا بقرأ لك اللي هي بقرأ لك يا لو دايريك مباشر من خيار عندي ثالث خيار يا شباب خيار 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 لبرمجة نظام وبرمجة الخاصة بالمفتاح او برمجة خيار لبرمجة وبرمجة المفاتيح او برمجة سمارت كي وغيره من خيار يعني خيار شباب لبرمجة نظام سواء نظام سمارت كي او غيره يا شباب نركز عليها ممتازة جدا هده لفحص المركبة وفحص نظام المشاكل الخاصة بالسيارة من خيار بدخل عندي الجهات بقراءة للاكواد الخاصة بالجهات لاحظين عندي بي ام دابل يو بدخل عخيار بقراءة دايريكت كل المشاكل الخاصة بالسيارة لو في اي مشاكل حتبين ليها من خيار اوتو سكان بدخل بعمل ريد دي تي سي او او كراءة ومسح الاعطال الخاصة بالسيارة من خيار اوتو سكان هنخل احنا كمثال كاليستر نشوف الخيارات الخاصة بالجهات اللي اخطين عندي يا شباب بدعم لكل السيارات الخاصة بالعددات فيات فورد جي ام هنداي انفينيتي جاكوار كيا مازدا ماتسو بيشي نيسان اوبل هندخل احنا كمثال فلوكسوغن انه سياد اسكودا فلوكسوغن لاغطين عندي الفيرجن خط بالجهات واحدة تلاتين بدخل عليها بيبدأ الجهات عندي يحمل بالدخول على السيارة خب احنا نظام محكاة على الطاولة يا شباب لكن بيخطف الامر ما تكون تشابكوا على الابدتول لكن هي نفس الطريقة لعملية البرمجة لاحظنا عندي دخل على فلوكسوغن يا شباب بعديها بختار نوع المركبة الخاصة بفلوكسوغن كمثال كادي هنرجع للخلف احنا ضغطنا مش مش هنرجع الان تاني يا شباب ونعيد الخطوات الان بختار اللي هو يا شباب نوع السيارة يعني بعد ما دخلت انا فلوكسوغن بختار بالترتيب ايش نوع الفلوكسوغن كادي فلوكسوغن توران طواري حسب نوع السيارة طبعا احنا قمنا بالدخول بالخطة هنرجع لحظوين عندي فلوكسوغن بورا اه كادي جولف جيتي اي جيتا بسات بولو تي فايف تاقوان طواري توران ترانسبورتر بختار انا عندي نوع العددات الموجودة عندي كمسان احنا اختار مثلا توران او طواري مش مشكلة لحظوين عندي دخلت عندي عتوران يا شباب بديني هنا النوع العددات بالضبعي بقول لك عندي من الفين وستة هاي نوع العددات عندي هنا شباب رقم الابروم مثلا لحظوين عندي هنا اربع وعشرين سي اربع ستين فيديو طب انا كي بتعرف الحالة انت مع المورة تشباب بتعرف رقم الابروم لحظوين عندي هاي هنا كمثال فلوكسوغن عندي دفا سات هتلاقي هنا من الضهر مكتوب عليه فيديو محطين هادا موديلا الفين واربع طعش مكتوب هانا فيديو بركب لالسكودا والفلوكسوغن واسكيت نفس العددات الشباب ونفس الفيشة فيديو سكودا وبثات وفلوكسوغن لكل مجموعة الفاق يعني هاتو سم مجموعة الفاق ليه طب انا شباب انا مش عارف نوع العددات بالتفصيلة شباب بدخل خيار خيار لم يدخل عندي يعني بجلب اول حاجة الفيديو ما دخلش بخش على اللي بعده على اللي بعده موتو ميتة هادا نوعه اربع عشرين سي ستة اربع وعشرين سي اربع وستين بنزل لما عندي يدخل يعني بضغط عليها انتر بدخل لو ما دخلش بخش على خيار تاني يعني خيار خيار بدخل لما عندي يدخل على الجهات طعم يا شباب هادا الطريقة بكل انواع اجلتوا الاوب دي ستار سواء اجهاز ال اكس مية ال اكس سلات مية نفس الفكرة شباب كل جهاز نفس القائمة في كل انواع السيارات هنرجع احنا لخلف هادي لتعديل العدتها هذا الخيار لكاليستر تاني خيار شباب قلنا عنا ايبروم ادابتور ايبروم ادابتور بضغط عليه بشكل هذا هيك بيبدأ عند عملية تحميل جاهز وبدخل عندي يا شباب ليقراء ليبروم طبعا انا بكون بتبع مع الخطوات لعملية قراءة ال ايبروم طبعا جهاز الشباب بيجي فوق عبارة عن مومري مومري كارت بتم شبك المومري على الجهاز او عن طريق الفلاش وباخد منها بقدر انا البيانات او الملفات نشوف هاي عندي يا شباب شي مع الجهاز بتم شبك فيها الكارت الخاص بالجهاز عبارة عن الفلاش بتم شبكة عن طريق الكمبيوتر لسحب الملفات او تنزيل الابضيت الخاص بالجهاز من خلال الممرض نظر انت هنا قل لي انه حدثت مشكلة في عملية القراءة طبعا احنا شبكونا على الطاولة مش هيقرأ عند لاننا بالشابك عليه الدبتورات والمبرمجات ان شاء الله نشوف حلقات قادمة هيفيد قراءة الايبروم والادابتور عن طريق جهاز الاكس مية الان تهاينا يا شباب من خيار ايبروم ادابتور نخش على اهم خيار الخيار الايموبولايزر شرح ما قلنا لعملية الفحص والتشخيل سنتخش اول خيار ايموبولايزر نركز الكيل اهم قائمة عندنا قائمة اليموبولايزر لبرمجة نظام ايموبولايزر بدخل عندي بشكل هذا على ايموبولايزرadan ان خلقني عندي نوع السيارة احنا هناخد كميثال اليوم مجموعة السيارة الكيا واحدcak يعني نبرمجة سيارات الكيا واحدahon 144 significant سيارات الكياع ب dy辻 primarkey مفتاح البصمة وبرمجة المفاتيح العادية الخاصة بمجموعة الكيا وهنضاي. هي عندي مفتاح كمسال. وعندي مفتاح الانترا او مفتاح اكساند سمارت كي باصل. هنا عندي خيار لشباب بدخل عندي هان عنوع السيارة. الان ابدأ برمجها. احنا قولنا هنختار هنضاي. باختار هنا هنضاي. طبعا شباب هنضاي او نفس القائمة ونفس الخطوات. باختار هنا عندي هنضاي. حيبدأ عندي الدخول للجهاز. الركز هنا يا شباب نقطة معينة جدا. لكل شخص حابب يتعلم مجال برمجة المفاتيح. هذه معلومة مهمة جدا. الركز عليها الان لما يدخل عندي الجهاز. الان نركز يا شباب عن نقطة معينة. شايفين عندي هنا شباب في ريد بين كود بيقرأ للجهاز البين كود طبع شباب بقرأ الجهاز البين كود للسيارات تحت الفين وتمانية افري بدون الحاجة. لعملية شراء البين كود اللي هو ريد بين كود. لخضين عندي ريد بين كود. هل ندخل حنا ريد نشوف؟ لخضين عندي بين كود عن طريق السيارة للشريحة الستة واربعين cheep يعني كنت خلال الابدته وبقرأ اللي عندي لتتشب الخاصة بالمفتاح. يعني عندك كمسال مفتاح هذا. اللي شبل فيه ستة واربين. بقرار لك يا من خلال عن طريق الجهات. هنشوف الان بين كود كاليوكيتر. حضرة انتر. لحظين هنا يا شباب بقول لي يعني اخر ست ارقام من الرقم الشاصي. يعني احنا كمسال واحد خمسة اتنين تلاتة واحد واحد. هذي عندي رقم شاصي مكون من سبعة عشر رقم اخر اخر ستة ارقام. بختار انتر. لاحظين اعطاني عندي البين كود. لاحظين عندي الرقم. هذا رقم البين كود لبرمج النظام الايمو برفضل في حال كام مفقود. باخد انا اخر ستة ارقام من الرقم الشاصي انهما سبعة عشر رقم. وبقوم انا بوضع على الجهات. الجهات هيعمل لك عملية استخراج للبين كود للسيارات ما دون الفين وسبعة. لو ضغطنا ريد بن كود ستة واربعين. طب هنجي يعمل عن طريق الابددودة يا شباب يعني بكوني انا بشابك الابددودة على السيارة لقراءة البين كود. بقولي عندي سويتش ايجنيشين اون لعملية قراءة البين كود. هذا ريد بن كود لخضل السيارات ما دون الفين وثمانية. الفوق الفين وثمانية من خلال الابددودة عن طريق وضع المفتاح في السويتش. الله يا شباب نقطة معينة لبرمج نظام الامبولايزر. رحلين عندي في خيارين هان فيه. سيلكت فروم فياكل وسيلكت فروم طايب. ايش الفارق بين امتين تين نفس الغرض يا شباب. لكن بيك بختار نوع السيارة يدوي. لكن طايب تخل على السيارة يعني عندي سيلكت فروم فياكل بختار هنا نوع السيارة بالترتيب. خلينا نشوف كيف. هاي سيلكت فروم فياكل بختارها نوع السيارة. انتاج السيارة. استراليا. اوروبا. اي اساوس امريكا. اساوس افريكا. كمسال نختار كمثال آسيا مجموعة يعني هنا شباب السيارة وين صنعت كمثال عندي في أوروبا مجموعة السيارة بيكية وين ضي انصنعت في أمريكا انصنعت في ساوس أمريكا انصنعت في أفريقيا يعني أنا باقطعها نوع السيارة حسب إنتاج المركب هذه البيانات بأخذها شباب من رخصة المركبة أو من علمات المركبة هنختار احنا كمثال أوروبا هاي عندي ثلاثين عندي نوع المركبة التفاصيل عندي اكسن عندي اتوز اتشوان اي عشرة اي عشرين اي ثلاثين اي اربعين هانا بختار يا شباب نظام يدوي لو انا مش حاب ادخل من نظام هذا يا شباب بختار نظام طيب لو انا مش عام مسلا بيانات المركبة او مش معي الرخصة المركبة وبيدي ابرمج الافضل اروح عسلكت فروم طيب بختار بختار عندي هل السيارة بيدي لك بالتفصيل اكتر بقول له انا ايموبولايزر طبعا اذا كانت نظام السيارة مدعمة بنظام مفتاح عادي يا شباب المفتاح عادي بدخل ع نظام الايموبولايزر يعني السيارة كانت مدعمة بنظام مفتاح عادي نظام مفتاح عادي بدخل ع خيار الايموبولايزر يعني كانت السيارة مدعمة بنظام مفتاح عادي بدخل ع خيار الايموبولايزر لكن لو كانت السيارة مدعم بنظام سمارت كي ونظام مفتاح بصمة. مفتاح بصمة. بادخل ع نظام سمارت كي سيستم. لو انا بدي ابرمج الريموت لو انا ده ابرمج الريموت كنترول بخش ع خيار الريموت. خلنا نشوف احنا كمثال نختار رجع شباب دخلين احنا ع سليكت فروم طايب. تمام? ندخل احنا على هيديني هنا طايب. طبعا هنا كمثال كمن طايب عنا يا شباب هاي واحد اتنين تلاتة ننزل الى تاحد نشوف اكمان طايب عندي. لطايب تسعة. كلما نزلت في الطايب يا شباب تكون السيارة أحدث. خينا نقول كامل مثالا طايب واحد للسيارة من نوع مسلا تمانية وتسعين لمدين الفين. من الفين وتنين لا الفين واربة حتكون طايب تنين. من الفين وخمسة الفين وسبح هتكون طايب تلاتة. متل هيك يا شباب. طايب تسعة مثلا الصيارات ما دون الفين واربعت運 و الفنو و طلعب. يعني متل انا بحديد الطيب يعني كل طيب لنوع معين من السيارة. الطيب الاقدم بكون من واحد. الاحدث بكون من تسعة. يعني انا كم يسأل جدتنا سيارة موديل الفنو و طلعب بجارة بادخل على السيارة يا طيب. تمانية يا طيب تسعة ما دخلش بروح على طيب سبعة. وضح الكلام كيف يا شباب? يعني انا بادخل على اكتر من طيب لم يدخل عندي على السيارة. هذا كان السيار مدعم بنظام المفتاح عادي. مش نظام سمارت. خلطنا هذا من خيار الايموبولايزر. ندخل يا شباب على خيار سمارت كي سيستم. نظام سمارت كي سمارت كي سيستم. بضغط انتا. لحظين عندي طايبا بقول لي وز كارت سولد وز كارت ان سولد. يعني هذه بخيار عنهي يا شباب هل السيارة يوجد فيها سيارة؟ وز كارت يا شباب هل السيارة مدعمة بنظام السيارة؟ لحظques تمكنك هل السيارة مدعم بنظام الحاضنة؟ ماذا اتصلك يا شباب نظام الحاضنة انه بكون المفتاح بتم وضعه داخل الحاضنة الخاصة بنظام البصمة. في نظام بصمة بكون المفتاح فيaaش هليا فيه حاضنة است Cutt finances. الهو خارج اول ماو اذكر يعني ليوضع المفتاح بيتم وضعه داخل البصمة? او خارج البصمة. لو داخل الحاضنة. ناخد كمثال يا شباب مثل أي اصيب بمسال السيارات الفورتي. الالفين واربا عش؟ بيكونوا وضعوا مفتاح في البصمة. التساني الفين وطلاة وطلالتاعة بين المفتاح داخل البصمة. عشان انا ابرمج. بيقوم انا بوضع المفتاح يا شباب داخل البصمة. بتقول ليه بدون يا شباب. يعني لقد ناخدد هذا كمثال على على الغطر الخاص بالكفر انه بقولها بحط المفتاح داخل الحاضنة عشان تبدأ عملية البرمجة هل السيارة مدعمة بنظام حاضنة ولا غير مدعم بنظام حاضنة هذا هو خط من الخطم اللي هو خارج يعني حط المفتاح في الحاضنة او هو خارج الحاضنة هذا بالنسبة لخيار سمارت كي بظل اجربان اكتر من خيار الشباب لو دخل عندي على طايب 7 ما دخل بخش عندي على طايب 8 هذا بالنسبة للطايب يعني عندي مثلا جدتك سيارة فورتي الفين واربعة طعش بدخل على طايب 8 ما دخل على طايب 8 كيف انا اعرف جواب انه دخل على الطايب حيجيب لي البين كود يعني انا بدخل على طايب 8 بعدها حيطلب مني الجهاز البين كود يعني بقول لك ضع البين كود اللي اخو منه مثلا باستخراجه فاقول له انا اوكي بدخل القائمتين لو ما دنيش القائمة البين كود بعد القائمة هادي قل لي فيلر انه خطأ بدخل على الخيار التاني على طايب 7 ما دخل بدخل على طايب 6 ما دخل بدخل بدخل على طايب 5 لم عندي يدخل يدين القائمة الخاصة بالبين كود وبهيك يا شباب انتات حلقتنا لهذا اليوم عن شرح تفصيل جهاز لو حابين اكتر نشرح عن اجهز برمت المفاتيح اكتبونا في التعليقات ايش والجهاز اللي حابين نشرح عنه في الحلقات القادمة وحرد ان شاء الله على كل التعليقات الخاصة بحلقتنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته